أهلا بكم متابعي قناة الملوك ماذا أفعل إذا لاحظت أن أنثى الباجي بدأت في وضع البيض أو أن طيور الباجي بدأت تبيض ماذا أفعل مع الطيور خلال هذه الفترة طبعا إذا لاحظنا أن الأنثى وضعت البيض فضروري جدا أولا أن نوفر لطيور الباجي الأمان يعني أن نضع القفص في مكان مناسب يجب أن يكون القفص في مكان مناسب بعيدا عن الإزعاج لأن الطيور وخاصة الطيور التي تخاف نلاحظ أن الأنثى إذا سمعت صوت تخرج من العش مباشرة وكثرت الخروج والدخول إلى العش من الأنثى يسبب إفزاد البيض فضروري جدا أن تكون الأنثى مستقرة يعني يجب أن نضع القفص في مكان بعيد عن الإزعاج حتى يكون البيض مخصب وتستطيع الأنثى الباجي أن تحظن البيض بشكل جيد يجب أن نوفر المكان المناسب بعيدا عن إزعاج الأطفال أو إذا عندك مثلا حيوانات أخرى مثلا القطط أو أي حيوانات أخرى فالنقطة الأولى هي توفير المكان المناسب وأيضا توفير المكان المناسب بعيد عن التيارات الهوائية وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة لأن التيارات الهوائية تسبب الأمراض للطيور بشكل عام وأيضا نلاحظ أن التيارات الهوائية تقوم بتحريك القفص وخاصة إذا كان القفص في مكان معرض لتيارات الهوائية المباشرة مثلا في الحوش أو في البلقون المفتوحة نلاحظ أن التيارات الهوائية تحرك القفص ونلاحظ أن الأنثى تخاف وتخرج من العش وهذا يسبب أيضا في إفساد البيض فضروري جدا أن نوفر أيضا المكان المناسب بعيد عن التيارات الهوائية وأيضا بعيد عن أشعة الشمس المباشرة أشعة الشمس المباشرة بسبب حرارة الشمس قد يفسد البيض فضروري جدا أن يكون مثلا القفص في مكان في غرفة في غرفة يعني يكون بعيدة عن تيارات الهوائية المباشرة وبعيدة عن الإزعاج وأيضا من النقاط المهمة هي التغذية إذا لاحظنا أن الأنثى وضعت البيض يجب أن نهتم بالتغذية المناسبة يعني نبتعد عن التغذية القوية مثل الوجبات التي تحتوي على القيمة الغذائية الكبيرة مثل السعرات الحرارية الكبيرة مثل الرجل المطبوخ أو البيض المسلوق يعني لا نضع هذه الوجبات لأنثى الباجي إذا كانت تحضن البيض لأن الأنثى خلال هذه الفترة تحضن البيض وتكون جالسة أكثر الوقت داخل العش وهذا ما يسبب السمنة للطيور يسبب لها السمنة للطيور والسبب هو جلوس الأنثى لفترات طويلة يعني لا يوجد حركة من الأنثى فإذا وضعنا أكل يحتوي على قيمة غذائية كبيرة أو سعرات حرارية كبيرة مثل البيض المسلوق أو مثلا مثل الأرز المطبوخ فنلاحظ أن الأنثى تصاب بالسمنة وهذا يؤثر على البيض إذا كانت الأنثى سمينة بسبب الثقل قد يؤثر على البيض وأيضا يؤثر على صحتها وأيضا السمنة تجعل الطيور لا تبيض في المستقبل فيجب الانتباه على هذه النقطة يجب أن نضع لهم الحبوب مثل الدخل والفلارس وبعض الحبوب الخفيفة خلال فترة حضن البيض هذه النقطة مهمة جدا طبعا نهتم بالتغذية بعد فقص البيض إذا فقص البيض وخرجت الفراخ يجب أن نهتم بالتغذية يجب أن نضع لهم البيض المسلوق والأرز المطبوخ والكثير من الوجبات إن شاء الله سوف نتطرق لهذا الموضوع في مقطع قادم إن شاء الله لاحظوا عندنا الأنثى داخل العش والأنثى عندها بيض يعني تحضن البيض فخلال الفترة كما تلاحظون أنا أضع الطيور في غرفة منعزلة بعيدة عن الإزعاج بعيدة عن التيارات الهوائي الباشرة بعيدة عن الأمطار وبعيدة عن الأشعة الشمس المباشرة في مكان هادئ جدا هذا هو أفضل مكان وأيضا عدم ملاحظة مهمة جدا عدم فتح القفص أو عدم فتح العش باستمرار لأن فتح العش يسبب إفساد البيض لأن الأنثى تخاف وتهرب من العش ونلاحظ هذا فتح العش دائما من أكثر المربين وخاصة المبتدئين في تربية الطيور الباجي يعني كل شوي يفتح العش يستكشف هل الأنثى وضعت البيض أو لا فهذا خطأ كبير عدم فتح العش أو الأنثى بوجود البيض والأنثى تبيض داخل العش أو حتى إذا كانت الأنثى لم تبيض يعني خلال فترة الفترة ما قبل وضع البيض يعني الفترة التي تستكشف الأنثى العش وتحاول أن تجهز العش فمن الخطأ أن نقوم بفتح العش كثيرا لأن الأنثى قد تخاف ولا تدخل العش مرة أخرى فالخطوة التي يتمنها الكثير من مربي طيور الباجي أن تدخل الأنثى إلى العش وتستقر في العش وتبدأ في تجهيز العش حتى تبيض هذه الخطوة دائما يفتقدها الكثير من مربي طيور الباجي بسبب سوء التربية لأن الكثير أو الأخطاء التي يتعرض لها الكثير من مربي طيور الباجي خاصة المبتدئين نلاحظ أن المربي يفتح العش كثيرا وأن المربي يحرك القفص كثير يعني يحرك القفص من مكان لمكان هذا خطأ خطأ كبير ويسبب عدم وضع الأنثى للبيض وأيضا يسبب عدم فقس البيض أو إشساد البيض بسبب الحركة حركة البيض داخل العش وحركة الأنثى داخل العش بسبب الخوف فمن الأفضل أن نترك إذا لحظنا أن الأنثى باضت داخل العش أن نتركها نهائيا فقط نضع لهم الأكل الماء والأكل الحبوب والأكل عفوا الحبوب والماء ونتركها حتى تبيض الآن سوف نفتح العش طبعا سوف أفتح لكم العش حتى نشاهد البيض فقط وطريقة فتح العش للأشخاص المحترفين فقط أو الذين لديهم خبرات يعني ليس أي شخص يقوم بفتح العش أولا نقوم بالطرق نطرق على العش إذا أردنا أن تخرج الأنثى نطرق العش ونفتح العش بشكل خفيف لاحظ هذا البيض ولاحظ هذا الأنثى لاحظ هذا الطريقة أن الأنثى لم تخاف ولم تخرج إلى العش وهي خائفة ولكن إذا فتحنا العش فجأة نلاحظ أن الأنثى تخاف وتحرب من العش وقد تحرك البيض وحتى أن نلاحظ أن بعض البيض يتكسر بسبب حركة الأنثى المفاجئة هذا ما نتمنى لكم الفائدة وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله بسبب فتح